أهلا بكم مشاهدي الكرام بعد سلسلة من الحلقات حول القراءات المختلفة وتعريف معنى الفصول والقراءات من الكتب المقدسة التي سبقت القرآن وبوصفه كتابا بلسان عربي مبين يضم بين طياته مقاطع من قصص الأنبياء والتشريعات والحوارات التي دارت بينه وبين أتباعه قبل خصومه تتلخص في عبارة يسألونك عن كذا يأتي السؤال المهم وهو هل فعلا الرسول كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة كما تخبرنا المصادر الإسلامية لقد شاع بين معظم المسلمين منذ زمن العباسيين إلى اليوم مفهوم أمية الرسول بأنه لا يعرف القراءة والكتابة حتى أعطيت له معجزة فريدة من نوعها رجل بدوي لا يعرف القراءة والكتابة أتى بقرآن يتحدى كل العرب والعجم وحتى الجن أن يأتوا بمثله مستدلين بذلك بعدة آيات نزعت من سياقها اللغوي والفلولوجي لتخدم أطروحتهم كالآية 157 من صورة الأعراف الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والآية التي بعدها ثم الآية 75 من صورة آل عمران وكذلك الآية الثانية من صورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وغيرها من الآيات وأجمعت التفاسير على أن الأمي هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة بموجب الآية 48 من صورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلى آخره فبحسب ابن كتير على سبيل المثال يقول أي قد لبث في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجول أمي لا تقرأ ولا تكتب وهكذا صفته في الكتب المتقدمة الآن دعنا نقف أمام هذا التأويل ونرى هل هو صحيح فعبارة وما كنت تتلو من قبله من كتاب لا ينفي عنه قدرة على التلاوة فيما بعد والدليل موجود في الآية الثانية من صورة البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة كذلك يدعوه الله لتلاوة ما أوحي إليه وذلك في الآية 27 من صورة الكهف واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إلى آخره نفس الشيء بالنسبة ولا تخطه بيمينك والدليل من الآية الخامسة في صورة الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة فسياق النص يقول أن المجتمع الذي ظهر فيه الرسول وخاصة أعداءه اتهموه بالأخذ عن غيره من أصحاب أساطير الأولين تملى عليه بكرة وأصيلة أولا كلمة أساطير ليس معناها خرافات وإنما ما سطره الأولون من كتب وكلمة تملى من الإملاء أي أن شخصا يملي والرسول يكتب والتعبير دقيق اكتتبها يعني عملية الكتابة تطلبت منه جهد وتكلفة لصعوبة الأمر وهذا صحيح من الناحية العلمية عندما نعرف أن عملية الكتابة بأحرف عربية بدائية تخلو من النقط والتشكيل وعدم تمييز بين النبرة كايا أو ألف كما جاء في العديد من الآيات وغيرها من الصعوبات التي كانت تتعب النصاخ في ذلك العصر فمن غير المعقول أن يتهم الرسول من قبل خصومه بما لا يعرفه خاصة أن القدرة على الكتابة كانت شيئا ممدوحا هذا الاتهام يتضح أكثر في الآية 103 من صورة النحل حيث تقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين إذن لم ينفي القرآن عدم مقابلة محمد هذا الأعجمي أو التعلم منهم وحتى المراجع الإسلامية تقر بوجود شخصيات أعجمية كان الرسول يقابلهم ويجالسهم كما يخبرنا عكرمة وقتادة وابن عباس وقدموا لنا بعض أسماء هؤلاء كيعيش وبالعام وغيرهما كما رأينا في إحدى الحلقات الماضية فالاعتراض كان فقط على اللغة التي أتى بها القرآن بلسان عربي مبين وليس بلغة أعجمية لماذا هذا الاعتراض؟ الجواب يوجد في الآية 44 من صورة فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي إلى آخره وفصلت هنا معناها بينت والتوضيح بلسان عربي وهذه ميزة للرسول حيث تعلم هذا البيان كما جاء في بداية صورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قد يقال هذا البيان للناس كافة نعم وهو يقصد به القرآن كما ورد في أول آية الرحمن علم القرآن ويوضح القرآن هذا الأمر في صورة آل عمران الآية 138 حيث يقول عن القرآن هذا بيان للناس وهدى وموعدة للمتقين وبما أن الرسول من العرب فالرسالة القرآنية يجب أن تكون بلسان عربي مبين لا هموض فيها لكن هناك من سيحاول نفي ذلك بالقول إن الرسول لم يكتب بنفسه الرسائل والمعاهدات فإذا صحت هذه الرواية فله ما يبرره بوجود مجموعة من النساخ كزيد بن تابت وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وغيرهم وهو أي الرسول كان القائد الأعلى والشخصية المحورية لجماعة المؤمنين وهذا عرف كان سائرا بين الحكام والقادة والملوك رغم معرفتهم بالقراءة والكتابة كنا في إحدى الحلقات وهي الحلقة على ما أتذكر مئة وخمسة عشر قد تطرقنا لمعنة كلمة قرآن بأنها من جذر كلمة قرى من أصل أرامي قرى ومعناها درس وتعلم وهو أي القرآن القراءة والتعليم حقيقة ولهذا جاء في صورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق فهنا دعوة صريحة للقراءة والتعليم ثم ذكر وسيلة التعليم بواسطة القلم الذي علم بالقلم فكيف يدعو الله نبيه بالتعلم ما لم يعلم بالقلم وبالعودة لمسألة الأمية في صورتي الأعراف والجمعة لتوضيح معنى كلمة الأميين نجد في الآية عشرين من صورة آل عمران وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم إلى آخره إذن هناك الذين أوتوا الكتاب في مقابل الأميين الذين ليس لهم كتابا مقدسا وأهل الكتاب هم اليهود والمسيحيين وكلمة أمي موجودة فعلا بفك الإضغام عند أهل الكتاب وهي كلمة غوييم أمم أي غير اليهود كما ورد في صفر أشعياء الإصحاح 49 العدد 6 فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض وكذلك عند المسيحيين بنفس المعنى وذلك في رسالة روميا الإصحاح الثاني العدد 14 لأنه الأمم الذين ليس عندهم النموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في النموس فهؤلاء إذ ليس لهم النموس هم نموس لأنفسهم وهنا يتضح المعنى جليا فكلمة نموس معناها الشريعة وبالتالي فالأمم هم غير اليهود الذين هم بلا شريعة إلهية خلاصة القول فالرسول محمد كان يجيد القراءة والكتابة والبيان وما للدعاء بأنه مات وهو لا يعرف القراءة والكتابة لا لشيء سوى لإتبات نبوته وكأن نبوءة موسى وداود وعيسى وغيرهم كانت ناقصة ومطعونا فيها لمعرفتهم القراءة والكتابة نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر